بإذن الله بكرة هي ذكرى المية للكاتب الكبير بارون الصحافة العربية محمد حسنين هيكل وهو ولد في 23 سبتمبر عام 1923 ورحل عن عالمنا يوم 17 فبراير 2016 بهذه المناسبة علانة قناة الوطائقية عرضها للجزء الأول من الفيلم الوطائقي هيكل سيرة الأستاذ وده تزامنا مع مقاوية ميلاد الأستاذ الصحفي والكاتب الكبير محمد حسنين هيكل النهاردة بإذن الله بعد دقايق وتحديدا ساعة عشرة مساءا هذا الفيلم هيعرض على قناة الوطائقية والحقيقة أنه الحديث عن سيرة الأستاذ هيكل حديث أكيد مليان حكايات عن مسيرة طويلة من الصحافة مش بس المصرية العربية والعالمية أيضا هذه المدرسة الصحفية الفريدة اللي صناعها هيكل على مدار 70 عام من العمل في الصحافة مدرسة كلها يعني طامات صحفية كبيرة تتلمزت على يد الأستاذ ويمكن فيلم يتناول حياة هيكل فيلم أكيد اتعمل فيه مجهود كبير جدا نحب نسمع ونعرف كواليس هذه الصناعة الهمة جدا وهي صناعة الأفلام الوطائقية عن كوادر مصرية وعالمية زي الأستاذ هيكل معنا دلوقتي على التليفون المخرج شريف سعيد رئيس القناة الوطائقية مساء الخير على حضرتك وببارك لك على الفيلم ومتظرين الجزء الأول من الفيلم اليوم لكن كمان عايزة أعرف حكايات 70 سنة صحافة مصرية وعربية وعالمية أكيد ما كانتش أسهل حاجة في التحضير لفيلم عن حياة الأستاذ هيكل مساء الخير أستاذ هدير مساء الخير على كل سادة المشاهدين طبعا مناسبة زي مقوية الأستاذ وهو في علام الصحافة حين نقول الأستاذ فنحن نعني بالتأكيد محمد حسنين هيكل اسمه أكبر من أي لقب ما نكون في مناسبة زي الذكرى المائة لميلاده ما ينفعش يبقى فيه قناة وثائقية في مصر تعبر على هذه الذكرى مرور الكرام من هنا احنا كنا منذ شهور طويلة بنحضر للفيلم ده الفيلم في أثناء التحضير لي والبحث والتطقيق والترجمة والرجوع للمراجع وقراءة جميع مؤلفات الأستاذ محمد حسنين هيكل سطر سطر ما كانش ينفع أبدا أن الفيلم يطلع في جزء واحد ومن هنا كنا مجردين كإدارة القناة وفريق عمل للفيلم إن الفيلم يطلع في جزء عدده فيلم تم تصويره بين القاهرة وعدد من العواصم العربية والأجنبية شخصية زي شخصية الأستاذ محمد حسنين هيكل هو الصحفي المصري والعربي الأشهر في القرن العشرين شخصية علامية بامتياز وكان دائما قريب من دوائر صنع القرار لا أعتقد أنها ستتكرر قريبا كان دائما قريب من دوائر صنع القرار ويمكن ده اللي كان بيخلي الناس عندها إحساس من المصدقية الكبيرة بأسلوبه طبعا الفريد اللي هو بتحس أنك بتقرأ مدونة مش بس مقال صحفي هو كان حكاء بامتياز تنقله بين عوالم منذ بدايته كمرسل عسكالي واقترابه وبعد كده من دوائر صنع القرار ووجوده في كواليس أحداث مهمة ومفصلية في تاريخ مصر الحديث سواء من اقترابه من فلسفة الثورة كتاب تدوينه لبيان نكسة يونيو حزيران بيان النصر كتب بعد كده في مرحلة ما بعد تركه الأهرام حكاياته ما بعد استئدانه في الرحيل أو في الانصراف زي ما هو أطلق في 2003 الأهم في الفيلم هي وصيته اللي هتخرج للنور لأول مرة أمام عدفات الكاميرا في فيلم هيكل دي مفاجأة كبيرة دي مفاجأة كبيرة وأنا بشكر حضرتك أنك بتخصينا بالكلام ده عايز أعرف كمان أبرز الضيوف اللي موجودين في فيلم الأستاذ هيكل ضيوف عديدين يعني مش عايز تخني الزكرة ضيوف كتير قوي بين مصريين وأجانب يعني ضيوف كثيرين لكن دعيني أشكر شكر خاص السيدة القديرة هدات بايمور طرينة الأستاذ محمد حسنين هيكل على تعاونها غير المحدود أخرج هذا الفيلم إلى النور الفيلم حيكون مترجم لكم لغة لأنه مهم جدا كمان للأجيال اللي ما شفتش الأستاذ أنهم يعرفوا ويعوا هذه القيمة الصحفية وهذه المدرسة الصحفية الأهم في القرن العشرين دائما في جميع أفلامنا من أئمة كنا واحدة الأفلام الوثائقية داخل الشركة المتحدة لحد ما بقنا قناة ولحد ما بقنا قطاع جميع أفلامنا هي في الأصل يجب أن تروى باللغة العربية الفصحى بالإضافة إلى ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية جميع أفلامنا كده وده شيء مهم لأنه حدك تعلم أنه في أجيال كتير اللغة الإنجليزية ولغات أخرى ويمكن الأستاذ أعماله كانت فيه كتب ترجمة لليابانية فالعالم كله سيهتم بشأن هذا الفيلم طبعا إحنا دائما دائما بيبقى وإحنا دائما نشغالين على أي فيلم بيبقى هدفنا الأهم هو تحصين الأجيال الجديدة في معركة صناعة الوعية طيب ده هيحصل إزاي ده هيحصل بأنك تقدمي شخصياتك المضيئة تقدمي روايتك التاريخية طلق الدوء على أحداث الأجيال الجديدة مع أصرتهاش الأجيال المطروكة على المنصات كل من هب ودب من هنا بيجي دور الأسلام الوثائقية في أحصين الوعي صحيح سواء الأسلام التي تتناول شخصيات زي هيكل زي الرحاني زي أدام الشرقاوي زي جسامة أنوار أوكاشا وغيرهم كثيرين اشتغلنا عليهم وغيرهم أيضا قادمين أنا ما رحبش أفسح عن أسامي أعمال غير بعد ما يكون منتجها خلص زائد الأحداث الكبيرة المهمة ويمكن لو أي حد انتابع قناة الوثائقية احنا ابتدينا من 15 ستمبر أيلول الحالي الاحتفال باليوبيل الزهبي عبر عدد كبير جدا السلاسل الوثائقية الخاصة بمرور 50 سنة على نصر قبر العظيم بالإضافة إلى عدد كبير من الأفلام الوثائقية لم نعلن اسمها بعد سيعلن عنها تباعا وده برضو من الدور دور القوى النعمة المقفية صحيح فتحسين الوعي وتحسين ها للأجيال الجديدة ضد التزييف وخصوصا أنه حرب زي أكتوبر وهذه الملحمة العسكرية الفريدة المتفردة من نوعها للأجيال الجديدة لازم تشرح وتشرح بلغتهم ويعني أنا بشوف أنه في رأيي حرب أكتوبر في الموضوع السينما والمسلسلات ما خدتش حقها ولو أني طبعا أكيد ما سألت الإنتاج بيكون أمر صعب في هذا لكن مع تطور الكبير اللي بتشهده الساحة الفنية لازم حرب أكتوبر يكون لها نصيب ونصيب الأسد في هذا إحنا كدورنا كقناة وثائقية إحنا يعني ذراع من أذرع أعلامية كثيرة مصرية مصر الآن بتمتلك قوتها الأعلامية من خلال الشركة المتحدة وغيرها إحنا بنزلنا كوثائقية أهمنا الأكبر والتوثيق وبرضو زي ما قلنا إن ما ينفعش مناسبة زي 100 سنة على مئوية الأستاذ هيكل تمر مرور الكرام أكيد 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 اليوبيل الزهب الحرب أكتوبر ما ينفعش يمر مرور الكرام صحيح خصوصا لأجيال فمعظمها للأسف لا يقرأ في قطاعات وفي قطاعات منها مطروكة لبعض الأفكار المريبة في المدارس الدولية صحيح بخصوص هذه الحرب على وجه التحديد وهنا بيبقى يعني مهم لأسر كتير مسألة الأفلام الوثائقية المترجمة عشان كده كنت بسأل حضرتك لأنهم بيبقوا عندهم شغف كبير أنهم يفهموا أولادهم إيه حرب أكتوبر يعني عزيمة العسكر المصري اللي عبر المستحيل في أكتوبر سنة بعد سنة بيحبوا يكلموهم ويوروهم أكتر فوجود قناة داي الوثائقية دلوقتي وامتلاكنا لقناة الوثائقية تخليد لتاريخنا مع هذه الأجيال وده شيء مهم جدا عشان كاي بشكر حضرتك شكرا جزيلا وكل القائمين على هذه القناة بشكر حضرتك المخرج شريف سعيد رئيس القناة الوثائقية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا